السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مسألنا بكم معانا في قناتنا مايكو وقراء لشرح الناكروبيوش. معاكم الدكتور هانا ديكو. بسم الله هناك. آآ النهاردة لازلت تلمنا برضو على بس دي اخر حاجة في الايه? في الديفتيريا نتكلم عليها النهاردة. احنا تكلمنا عن 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 آخر حاجة النهاردة معانا معانا التريتمنت والبرفنشن. تمام? طيب. ودي بقى حاجة مهمة جدا. تمام? حاجة مسهلة. مش معانا ان هي خلاص بقى ايه? يا عما ملاش دعوة بدي لها انت بيتكو ايه? ومشي. لأ بصي بقى. انا عندي هنا تمام? عندي في هنا ثلاث حاجات انا لازم باتبعهم وبمشي بيهم بالترتيب. تمام? اول حاجة عندي ده لأكدت عليها المرة المادة. وقلت لك ان للديفتيريا ده بيبقى للتأكيد. لكن انت بتشخصها اللي اول ما بتشوفها تدده انتوكسيب. تدده انتباضي. وبعد كده اتربعت الايه? استروت سواب العينة بتاعته او 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 او. وتشتغل الايه? وتشتغل الشوى اللي احنا المرة نفتت ايه? طيب. يبقى اول حاجة اينا الديفتيريا انتي توكسين وده الخط الاول عندنا. لو جالك سؤال في التريد منت يا شبايا. يا ده كده. ونسيت التوكسين نسيت تكتب. الديفتيريا انتي توكسين اعتبر راسك مخدش درجة السؤال حتى لو قد بكله. لان انت نسيت اهم حاجة لان انت موت المريض. مجرد ان انت بدتوش انتي توكسين يبقى انت كده موته. كلما كله الباقي ده مالوش عازه. تمام? طيب. يبقى اول حاجة الدفتيريا انتي توكسين. تمام? وده بحضره من ايه? من الهورس. تمام? بحضر الانتي توكسين ده من الهورس. قبل بقول لك ان انا بحضرهم من الهورس. واحد يقول لي يعني انا دلوقتي لو ديتو انتي توكسين كده الدنيا عندي بيس. يعني ايه? بص بقى. بص يا دكتور. انت عندك الانتي توكسين ده بيخش. يعملك ايه? يعملك للتوكسين اللي اللي لسه فيه تمام? لكن انه هو حصله باوي. انه هو التوكسين يعني? التوكسين حصله باوي. خلاص الانت توكسين ما يقدرش ايه? يعملو حاجة. خلاص. مجرد ما دخل جوه التشوص. خمام? مش يقدر يعملو حاجة. لكن ده بيشتمل على على اللي بيلفه. اللي لسه ما حصلوش باوي. تمام? اللي لسه ما مسكش في اي حاجة. تمام? اللي لسه ما طردش ايه? بيتكش. لو يبقى يعمل سلكل ايه معنام هو مهبة. تمام? لو معالك الدفتير يا قدي توكسين بيعملي. بيأثر لي على اللي هو التوكسين اللي لكن اللي هو الباون بتيشو خلاص. ده خلاص امر ممتح. ما بيقدرش نشتغل ايه? عليه. طيب. احنا قلنا من شوية اننا اللي عندي توكسين ده با حقدره في الهوربز. طيب. وارد ان انت وانتو بتديل المريض يحصلو هايبر سنستيبتين يعش. تمام? يحصلو ايه? هايبر سنستيبتين من ايه? من الاندي توكسين. سويا. دلوقتي المريض اللي قدامك عنده هايبر سنستيبتين من الاندي توكسين ده. تدهوله ولا ما تدهولوش. هانده هايبر سنستيبتين. هنددينه ولا ما ندهولوش. مفيش حاجة هتمنعنا نلدي الاندي توكسين. مفيش اي حاجة هتمنعنا نلدي الاندي توكسين. انا لو عنده هايبر سنستيبتين عندي الاحتياطات بتاعتي اللي انا ممكن ايه? اتبعها في حدد الهايبر ايه? الهايبر سنستيبتين. صحي كده? يبقى انا هدر المريض سواء كنت هتدهول الاندي توكسين انت لو المريد عنده هايبر سنستيسيويتي انت تقدر تمنعها تقدرت عليها وانت بتيدير لكن انت لو بتديري الانتتكسين هو هيبكم يوقك انا مفيش حاجةania تمنعني ان انا تديري الانتتكسين والله ولا هايبر سنستيويتي ولا 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 وكولنا النارة الفاته لو هو الاشهد او الاختر انا اعتبره الاختر صح افتقرت في حاجة انا م黄دش على النارة الفاته انت زاي بتشخص الكارير قبل بس ما نمتد في موضوع التريدنس ازاي بتشخص الكارير? الكارير هو ممكن يكون فيه كارير الله مشان نقلت لك ان الاورجانيزم ممكن يكون موجود تمام? في الشخص العادي. بس عشان فهو مش بيطلع توكسل. وقلنا لما فقد الاوكاس بتاعه اللي حصل بقالوه. تمام? حصل ايه? حصل من الجين بتاعه طلع توكسل. فانت ممكن تكون تكون كارير. طب الكارير ده انا اشخصه زي? بص الكارير ده بتعمله كل حاجة زي الكيس. بتاخد منه سورة سواب. بتعمله تسمير. وبتعمله كل حاجة. هو الكارير يفرق لك عن الكيس ان هو ما بيبقاش عنده تمام? ما بتبقاش عنده اعراض. وديش مثل الكارير اللي قلنا عليها قبل كده ان هو يقدر يعني بس ما بيبانش ايه? ما بيبانش عنه. طبقا انت هتعمله كل حاجة زي الكيس بالزبط. تمام? طيب? وانت بتقول لي طب الكارير ده ما هو ما عندوش اعراض. انا بعرفه ده. اه الكارير ده قلت لك كزا مرة. انا اللي بروحه. الكارير انا اللي بروحه عشان نبحث عن السورس انت الانفكشن. كالك مسلا احنا قلنا وانسيت اقول لكم ان الدفترية ده مرض اطفال اساسا. تمام? لان ان انت وانس ان انت كبرت خلاص خدت انت مناعة منه. احنا طاعناك وخدت مناعة منه. وفي ميزة يعني ربنا بدهالنا ان الدفترية بتاعها واحد. هو هو. يعني كل الدفترية اللي بتطلع على بتاعها واحد. فقدرنا نعمل منه عشان نعمل عشان نعمل عشان نعمل ناس. تمام? عشان نحمل نفسينا. عشان كده قلنا ان هو ايه? لما ربنا وفقنا ان احنا نعمل له كده بقى ايه? المرض بقى مقارب ما بقاش موجود لانجل. اهلا كل الناس وكل اطفال بتطعم منه. بس هو ورد بيسيب الاطفال. تمام? طيب. فنرجع لموضوع الازامة والترك الكارير. انت اللي بتروح له. انا مسلا احنا بنقول اطفال. ففي مسلا المدرسة الفلانية. فيها مسلا الطلبة اللي في سنة كزا حصلوهم ايه? كزا حالة دفترية. اروح انا بقى المدرسة دي. اروح انا بقى مساحات من كل الناس المدرسين والناس اللي بتشتغل في المدرسة. والطلاب لحد ما شوف من بتاعي. تمام? مين المصدر اللي بقى الكارير? انا اللي بروح له. الكيس هي اللي بت ايه? اللي بتجيه. دي معلومة حطها في الماء. تمام? طيب. نرجع لموضوعنا ده اللي في الدفترية انتتوكسن. انا ما اديش الانتتوكسن. من غير تأخير. ادي له انتتوكسن على طول. الانتتوكسن الانتتوكسن اللي في السلكي وليه? مش اللي بقى طول. طب تمام. طيب. واحد يقول لي طب ما انتو بتحضرين من الهورس. يعني انتو تحضرونه ايه الانتتوكسن ده من الهورس. ايوة سيتماشي. ما ممكن يعملو اوكي. جنبك حقنة كورتيزوف. جنبك حقنة انتيستامين. جنبك ادرنالين. جنبك اوكسجن. تقدر تلحق الراجل اللي هيحصل لها لكن ما تقدرش تنحق من غير الايه? الانتتوكسن. هتديلو الجرعة واحدة واحدة. وبعد كده هتدلو الاول الجرعة ليلة وبعد كده هتبتدي ايه? بردوال ايه? هتزود الجرعة. تمام? طيب. خلاص كده خلصنا الانتتوكسن. عرفنا هو الانتتوكسن بيعمل لي ايه? نويا انا ما يديش الانتتوكسن. ما فيش تأخير. حصلها هيبر سنستيفتي. اسلحتي دمي. هقدر ايه? ازود بيها الهايبر سنستيفتي. تمام? طيب. تاني حاجة اللي انت بيوتك. اوه. بصوا معا هنا. موسيقية جميلة. واحد يقول لي ايه? انت بيوتك لي ايه? انا ما نديته الانتوكسن. وخلصنا. يعني المهم عندي التوكسن. ايوة ماشي. المهم عندك ان انت توقف للتوكسن. طيب والارجانيزم اللي برا اللي عمال يطلع لك توكسن. اللي عمال يعمل لك توكسن. ده تعمل في ايه? انت دلوقتي مسلا دخلت. اول ما دخلت البيت عندك. ليت الغاز مفتوح. تمام? اول حاجة تعملها ايه? خش اقفل الغاز. ولا تسيب الغاز وتروح تفتح الشبابيك وتهوي. طيب مالي لو فتحت الشبابيك وهويت. انا برضو لسه نسال الغاز عندي بيصبع. صح? يبقى انا اول حاجة عندي اقفل الغاز بتاعي. صح? اقفل الطريق اللي يطلع لتوكسن. اموت الورجانيزم. تمام? عشان اقلل اقلل ال ايه? وعشان حاجة تانية مهمة او الهلك دلوقتي. يبقى انت دلوقتي حطها في الماكلة. انا دخلت الشقة عندي او البيت عندي لقيت انبوبت الغاز مفتوح. اول حاجة بتعمل على ايه? بتكره تقفل ال ايه? تقفل استعملت الغاز على طول. تمام? وبعد تفتح الشبابيك عشان دهوي الدنيا. لكن مفيش واحد يفتح للشبابيك يبقى انت اول حاجة تقفل ايه? تقفل للغاز دا. يبقى انت اول حاجة تطوط الاورجانيزم. الاورجانيزم لازم ان انت تموده تهدى عليه تهدى عليه فين? بالانتيبيوتك عشان اقلل التوكسن بروداكشن لانه هو اللي يطلعلي التوكسن. تمام? يبقى انت هدى الانتيبيوتك عشان امود الاورجانيزم عشان يعمللي اقلل التوكسن ايه? تاني حاجة بقى. تاني حاجة مهمة في الانتبيوتك ايه? عشان المريض عندك يحصله. بص يحصله ايه? اول هنكتبلك بص الديوز التوكسن. تمام. تاني حاجة هتحصل ايه بقى? بص يحصله دي. ازاي? يعني ايه? يعني انت دلوقتي لما اديتوش الانتبيوتك انت حافظت على الورجانزمه دوه. صح كده? انت قلبت الكيس بكارير. خد بالك. انت حامتلي المريض بالانتوكسن وضررتلي اللي حواليه. لانه هو يبقى الكارير هيعديلي دا و دا و دا. عشان يحصله ايشفى شفاق كامل. لازم يدينه الانتبيوتك عشان اقضي على الورجانزم عشان مقلبش الكيس لايه? لكارير ويعديلي غيره. يبقى انا كده. يبقى انا كده خلته هو خف بس عدالي غيره. يبقى الانتوكسن بس امال للمريض. تمام? الانت بضي امال للمريض والغيره. واللي بتحواليه. تمام? يبقى انا بجيله الانتوكسن عشان حاجتيه. عشان اونا ديوس التوكسن مرتاكشن. هقفل الغاز اللي عامل للقلق قبل نهوي. تمام? هقفل الغاز. يبقى انا هقفل الغاز يعني ايه? يعني هموت التوكسن هموت الورجانزم بتاعه عشان اقلل التوكسن عشان ما فيش حاجة تطلعه لتوكسن. تمام? تاني حاجة عشان يحصله عشان ما يقلبش من كيس لكبر ويعديل غيره. تمام? الانتوكسن بيحمل المريض الانتوكسن بيحمل المريض واللي حواليه. تمام? طيب. وقلنا طبعا الانتوكسن بنسللل او الارتروماسلل. هو بيقام الارتروماسلل. طيب. تانت حاجة ما هو ايه? يعني طبعا هو ممكن ايه? بتحطه على الجهاز التلاتور. اه ممكن تعمله اللي هي الاتباكستومي. اه اللي هو ان هو طبعا بتحصل لو تشرره كده ببقى فيه فيديوهات كتيرة بيخرور ومخور منه لها عشان يتنفس ومشان ودي حاجة بتنقذ الحابس طبعا مش اي حد يعرف يعملها. عايز حد مختص عشان يعامل حاجة زي كده مش يفتح في اي مكان وخلاص. تمام? طيب. كده خلصنا التلاتة لين زي اللي احنا احنا اتكلمنا عليهم. الدفترية وقلنا ان هو بيعمل التوكسن في السيركيلي اه في السيركيليشن. لكن اللي هو ان هو تكتش وخلاص. تمام? اه بيدي احنا نحضرهم للورس. ممكن نعملها. اسلحتي تبقى معايا. حول الكورتزول. اه اكسجين. تمام? عشان نحمل مريض. واحمل اه اللي حواليه. تمام? عشان اقلل التوكسن بردكشن بين انا بوت الاوليباز بالغاز. تاني حاجة عمله عشان الكيس متينيبليش. تمام? لس بقيلات طيب. تعال نعمل بقى والحمد لله من النعم ربنا علينا ان الا ان اللي بتطلع الدفترية لسه قال لكم شوية هم نوع واحد. كل الدفترية بتطلع نوع واحد من التوكسن. تمام? طيب. عملنا منه توكسويد. اللي هو ايه الفاسين ده? يعني ايه توكسويد. بص يا شمال. توكسويد دي يعني انا خدت التوكسين اللي بتطلعها الدفترية دي. وزودت عليه فرومالين او خرمال نهاية عمل لي ايه? شل التوكسيستي وزهب للانتيجيمستي. كده حولت التوكسين ليه? التوكسين. وقدره طعم بيه. تمام? طيب. في فرق من التوكسويد والانتيتوكسين? حد كده يقولي هو في فرق من التوكسين والانتيتوكسين? اه طبعا التوكسين ده فاكسين. انا ما عالك بيه. بقى بيشتغل بس في اممونيزيشن. بقى اكتة اممونيزيشن تاها لسه بقى بيخش ويمشي الطرق بتاعته العادية اممونيزيستي متعرف عليه. اه ويطلع مش عارفة يا انتي ما ديدو. كده بيخشي الطرق العادية. هدا بياخد وقت. لكن ده سريع. طوان سنو دخل بيشتغل على طول. انا عايز حاجة سريعة. تمام? الديدو بيشتغل على طول. بس الفترة اللي بيشتغل كانت تبقى ليلا بتبقى مؤطرة. لكن ده ده سريع لكن ده بياخد وقت. مام? ده بيطول. ده بيفضل على طول. لكن ده بيروح بعد فترة. خلاص. تمام? طيب. فده الفرق من الانتوكسون والتوكسون. طبعا لما باجي اعمل توكسون الدفتيريا. بحطه لوحده ولا مع حالة? لا. احنا دايما بنحطه مع حاجتين تاني. فهو بيسموه التطعيم السلاسي. اللي هو الديبيتي. تمام? اللي هو ايه? دوبت وانابت. تمام? دوبت وانابت والله. ديبيتي. اوكي? عشان بس له بساعة وفتح حضر. الدي دفتيريا. والبي بي بصص اللي هو بيعمل في السعال الدي دي. كتير تيتانس وطبعا ايه معروف? طيب. بص يا شباب. احنا نخلين كل الحروف كابتا مديلها معنى يعني. مش حاجة بقى كده. ان هما في البرميليشن احنا بنحضرهم كلهم بكميات متساوية. تمام? لان كلهم بيحملوا نفس الاهمية في الفترة اللي انا هدي فيها الايه? البرفينشن اللي هو التوكسويدة. تمام? بديل الاطفاء عند سن اتنين اربعة ستة شهور. اتنين اربعة ستة شهور. تمام? وهو عند شهرين هو عند اربعة وعند ستة شهور. اريحه سنة. وروح نتياهوله عند طمانتاشر شهر. تمام? وبعد كده روح نتياهوله عند ايه? تمام? لان احنا قولنا الديفتيريا مرض بيسيب الاطفال. تمام? والبرتاصس مرد. والتيتنس طبعا ده على طول اطفال والخور. تمام? فبنخرطه طبعا ده على بعض. دفتيريا برطاصس بديله. بيوانترامسكولا. آآ بديه اتنين اربعة ستة شهور. بعد كده رياحه سنة بديه على طمانتاشر شهر. بديها على طمانتاشر شهر. وبعد كده بديه ايه? طب تمام? نيجي فيه برضه عندي آآ بوكسويد اسمه دي تي. طيب دي دفتيريا. تي طفاني البي. سقطنا البي لان هو لقينا ان هو عندي سنة معين. بيعمل دي حاجة اسمه انسي فالوبسي بنسبة عشرين في المية من الناس اللي اتاخدو. يعملو انسي فالوبسي فايه? فمنعناه عن السنة ده لما بيقبر شوية. تمام? مناعنا سقطنا البي ايه? اللي هو البرطاصس. طبعا عندي الديفتيريا والايه? والتيترس. وده بيسموه بدياتريك بدياتريك بريباريشن. تمام? طبعا. يعني ايه? بدلان تحضير الايه? بيبقى للاطفال. انتيه الديفتيريا والتيه التيترس. تمام? هنا الاتنين يعني الاتنين بنفس الكمية يعني الاتنين بنفس الاهمية. برضو بديه للايه? بديه للاطفال. طب تمام? وبسميه بدياتريك ايه? طب سقطنا البي قلنا وهنيجي ساعتا هنشرح برضو. قلنا لقينا ان بعد سنة معين بيعمل انسي فالوبسي بنسبة عشرين فينها الانسي بتاخدوه. فمنعوه ايه? عند السنة. تمام? طبعا عندي الديتي. اواخد بلاك الديه هنا. تيتمس. وديه الديفتيريا. طب ليه انت عامل الدي صبيرة والتيه كبيرة? الديه هنا دي اكتر من الدي. واهم. ليه? لان انا بديلي الادلت. انا عندي الادلت اللي ببقى اساسا بالفعل خد من الديفتيريا. ما بتبقاش مهم عندي في الادلت. لكن مهم عندي ايه? التيتمس احنا كلنا متعرض للتيتمس في اي وقت. ويع في الارض جرح من التراب موجود. خد نافل الشيوس بتاعنا دخلناه اشياء والبيوت. فموجود حوالينا. فايه? فالمفروض ان الواحد بياخد بوستر دوس كل ايه? كل عشر ايه? كل عشر سنين. بس بوص كل ايه? كل عشر سنين. تمام? طيب. اه اللي هو الديتي. هو برضو لو انت الديتي لو انت مع المريض. لو انت مع المريض. بس شرط ان انت تكون متعام قبل كده بنتديه عشان خاطر يحصل ايه? عشان خاطر يحصل تنشيط للايه? بتنشط الميموري سين اللي موجوده. تمام? هتدير ديتي لو هو مع المريضة عشان خاطر انشط لي الايه? انشط لي الميموري سين اللي موجوده. تمام? وده قلنا بنتدير للايه? بيبقى للأدلت. عشان كده دي اه سمول واعلم التين. يعني اهميتها اقل. لان الادلت هو اقل اللي بكتير عرضة للدفترية. لنومر الاطفال. تمام? كده خلصنا الترين منت التلات على انزلتونا. خلصنا ديتي. اه ديتي والديتي. قلنا الفرق من النوم. لسين لما بيبقى كابتا بيويلة ما بيسمو بيويلة. والاهم من الاطفال والاهم من ايه تدركوا. كده خلصنا القراني باحتفن دفترية. ان شاء الله المرة جاينا اخد الاستيري. كده خلصنا والسلام عليكم. ونحطو الله وبركاته. اشتركوا في القناة